مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفات جديدة اليوم شاملوا بعضنا وصفات منيش في العدم سيس هنعمالهم حبيت نجربهم وعجبوني عن الاخر وبرتجيتهم معاكم عنا اكل بطاطا هذيكة بالجبن وعنا المقلوبة وعنا الحوت بالوفاحة ذيكة هيا الهني اول حاجة عندي البيتنجيل مش نعملو بيه المقلوبة قصية البيتنجيل روندلات كباركية طويل مش خشين برشا هما في الاصل المقلوبة يقليوهم ما نعرفش بتعشكون بالضبط انا بلاد بالضبط المهم من الدول العربية المشرق العربي ما نعرفش شرية البلاد بالضبط اللي تعملها كي وانا راني عملتها على كيفي معناها راني نتفرش في فيديوهات ويعرضوني وكل في الاخر بكل نعم على كيفي حاتيتهم في طباق رشيت عليها الزيت وصففتهم بجنب بعضهم وفوحتهم بالملح والفلفل اكهل ورشة زيت ونحطهم ميت شوية وفلفور تحت الشوية وبيش نعمل نفس الطريقة مع البطاطا وإلا نطيبهم في الفور زوزو تبقى مع بعضهم على حرارة ميتين واربعين درجة ولا ميتين وثلاثين درجة ويتيبوا خمسة وعشرين ولا عشرين دقيقة ويخرجوا هما يقليوهم انا حاتيتهم في الفور البطاطا كيف كيف ما قصوهاش خشينا وفماش كون اللي راهم يقليو السفنيري زيدا معاهم والكرومب كرومب كرومب لا بروكلو والبطاطا حتيت عليها بابيو كويسان باش ما تلسق ليش خطر فيهن شيء باش نفواحها كي ما فواحت البتنجي ملحه في الفلكحل والزيت وعندي الهني الروز البسمتي ماذا بينا يكون الروز البسمتي نشلو بالماء مش نشلو ننفخو بالماء سخون حتيتو يتنفخ تقريب عشرين دقيقة ومن بعد نخسلو مليح ونصفيه ومريكو كاش بشان طيبوه عندي اشترز درم تاعد جيج الهني حتيت عليها الزيت وملح وفلفل اكحل وعود قرفة وهيل تقريب سبعة فصوص وقرفة مرحية وصبت عليهم الماء تقريب نص سيترا كيكي جيول اكثر شوية من نص سيترا ماء وحتيتو اكسدر بشيتيب فكاللفاحات اذوكو الروز شللتو مليح 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 بعد ما تعد عليها الوقت وحتيتو في كسارونا بالماء بش يغلي وانواع الروز للبسمة كل واحد كيفش يتيب فما اللي مفور فما اللي مش مفور فما اللي طيب نص طيب حسيلو كل واحد وكيفيه شوفوا الباكو متاعو كيفش وطيبوها كما مكتوب علي فما اللي هشهش ويتفاتفة تفيسة ما عندوش روح لا يتنفخ ولا يتيب بالمسبق حتيتو يتصمت تقريب 12 دقيقة ولا 13 دقيقة ومبعد نصفيه من الماء متاع وطنقلكم اش نعملولو نجيتو بش نعمل صليطة عندي ايسبورغ ولا خاص اللي موجود قصيتو وخسلتو وطيبو بش نقطعو بالصغير بالكبير كما تحبو ومعد بش عملك عبس فناليا انا لحظت اللي كي نعملو صلاطة تبدأ جويدة ما تتكلش بكل كي نعمل صلاطة تبدأ خشينة ما شاء الله تتكل الكل بنتك الصلاطة في الدقرميش متاحة وعندي كعبات فجل يبنو زاداء الصلاطة الفجل ناخذو باكو صغير ونقعد كل مرة نفوح به الصلاطة للوفيح رو يبنن برقدي وكعيبات ماطا من نحيلها الراس متاحة ونقصها 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 ليناء أنظر لا يجب علينا اضع اللقاء أشترتيب لن يزيدتي نحن نضيف ونضيف ونضيف طرف حوت اضيفة زيت ونضيفة السلطة ونضيفة صغيرة كنت اجربة نكهة جديدة ونضيفة الحوت ونضيفة الحوت ونضيفة زبدة نقصه شوية كبار زيست متاع قارس ورميت عليه الحوت اللي عندي حتى اسمه ونجمتش نحفظه وفوحته فلفل اكحل وملح ونبعدكي نقلبه للشيرة الاخرى كيف كيف باش نفوحو فلفل اكحل وملح وكديما نهزمك الزيت والزبدة ونرمي فوقهم بشي تشربه النكهيت الحوت كما ترى ومسلوخ ومور واضحة ميستحقش برشة طيب نقلبه طوى للشيرة الاخرى اذا جاي عندكم نوع متاع حوتي تفتفت غطيه بالخطاعة طويتيه بالخطاعة ويحطو فلفور على نار قويه مغير ما تقلبوه ومبعد قلبتو طوى وهزيت لوك مكتماطم وصوس كالعادة وحطيت فوقها وبيش نزيد نفوحهم فلفل اكحل وملح نرجع لك الزر اللي خليته يبرد بش نجمل فتفتو وطوان فتفتو طروف كبار قل قايل علش ما قصيتوش ومن بعد هكي كرهم يعملو وهو بناتنا بنتو هكي كر معا مش لازم اصدر حاطة في خاضة جيجل والجيجل ومبعد فتفتها هكي كنحين هالعظم طيحة هذيه الطنجرة بش نطيب فيها ماذا بينا الطنجرة مطلع ساقش نحط الطبقة الأولى فيها الجيش وبش نحط اسمن ما تحبش اسمن حط زبدة ما تحبش زبدة حط زيت هذيه مثلا لمستيئنة وحتيت عليها رشة فلفل لكحل خطر لفاح متاع الجيج من برا لبرا الدخليني مش نفوح ورشة ملح وطابش نحط الطبقة الثانية اللي هي البطاطا بعد ما طابت تتحمرة مليح نرصفهم بجنب بعضهم ومبعد فوق بعض البطاطا راهي لكي تكبر الحجم متاحا من بعض خطر تشرب الماء اللي بش نصبوه هذيكا من بعض وتعطي فوليوم اخر الا بيتنجيل زادة كيف كيف طاب عند مدكاردي قلت زادة كعبة اخرى بيتنجيل بالحق بنينة بنينة بيتنجيل في المقلوبة خاصة كي تكل مغرفة ومعها كعبة كبيتنجيل بنينة على الاخر اكل روز اللي طاب اكثر من اشترة طيب معناها ثلاثة اربعة طيب طاب وحتيتلو ملح هكا هول ماء بتاعو صفيتو مليح من الماء بتاعو ومن بعد صبيته هو شيح فوق اكل الطبقات اللي حطينيهم نجم تحط شوية زعفران هكا فوقو انا بش نحطوه اكل ماء هذيكا بش نحطو في الصفية بش لفحات والزفورية هذيك الكل تقعد البر تقعد في الصفية معناه ونحاول نوزعو بالتساوي على كبر الطنجرة هذيكا هو الماء اللي بش نستحقو بش يتيب في البخار متاعو بتاع الماء هذيك حتى اقل كمية مش مشكل ما نحبوش نغرقوه بش نعجنوهش وليهنى عندي البطاطا اخليت البطاطا الحلوه والبطاطا النورمال وعملتهم الزوز مع بعضهم نشحتلي البطاطا الحلوه والبطاطا النورمال ما نشحتليش قعدتلي يبسة بالرغم اللي انا ما اخذ بطاطا متاع تفوير متاع بخار يعني بش تطيب فيه ساعة ما طابت ليش يمكن ساعتين في الفور وما طابتش البطاطا الحلوه حطيتها في الفور على 180 درجة في طبق الفور وصبيت عليها تقريبا صبيت في طبق الفور زوز كيسين ماه وقعدت نصف ساعة ساعة غير بوع ماكسيموم وطابت عرف تمسها من البطاطا من بره تلقاها تريع الاخر وقت تتخرجها حطيتلو بطاطا اليمينيوم بش يشد البخار متاعها وطيب في بخارها وما نحبوش نعملو كونتاك الديريكت بين اليمينيوم والميكلة اذاك عليش عملها بابي كويسون وبطبيعة كل واحد ونوع البطاطا منين جاية وكيفية جاية ونوع الفورم بتاعك كما قطوكم تمسها من بره تحط سبعك على البابي في اليمينيوم وإلا مغرفة اذا غرق راهو طابط اذا ما زلت يبسم حجرة ليه نخليها تزيد حضرت البطاطا ماذا بينا وهي سخونة نشقها في اثنين ما نوصلش السكينة للاخر ما نحبوش نقسمو الكعبة يعني هنقطعوها من لوط نحبوها تقعد كيكل البركيت وبعد ننزل عليها على الجنيب هكا ونفوحها ملح وفلفل اكحل وبعد الحشو حط اللي تحب انتي انا اكتفيت بجبن اكهاء اذا تحب تطور فيها تنجم تزيدها فلفل صوتين ملون تزيدها شنية اخر بخلف الجبن تنجم تزيدها زيتون طن حمى فروم دجاج مقصوص طروف ونخلطهم الكل ونحاول بالمغرفة نجبط لحراف متاع البطاطا وتان ما تبدأ طيبة زبدة تمشي معاك فسي الماء وهيكا حضرت جوست ما نزينها بشوية مع النوس بش نكسرو كلون متاع الورانجي تلموع جبنتي بالحق بنينة 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 على النخر شوفوا ما شاء الله كالجبنكي فيش جبت ومطعمها روعة مش كما تخيلتو تصايت مش كون حلوة برشا هكا مطعمها روعة جي الحوت سايي ذكا طابة نيسربيتو طابش نحط الطاولة رشا مع النوس كالعادة نكسرو به اللون وعصره قارس عليهم اصلتها فوحتها كما العادة مزدتها موتار دلمرة هذي حتيت لها موتار زيت زيتونة ملح وفلفلاك حلو خل والمقلوبة حضرت صي على نار هذي خليتها غطيت عليها بالخطاء من فوق وحتيش اللي عوجتها مقلوا نحنا بقعدة عشرين دقيقة ولا حتى نص ساعة كي نعوج الطنجرة يبدا مفيهاش ميج جملة شيحة وقتها انهبطها ودجا نبدا نشم ونسمع في صوت الجيج قاعد يتحمر اه هيكا ملس قتش قاعد تكن شوية الجيج مش محروق معنى جيش تكن سق شوية هبطو زي انت زده هيب شوية مع النوس وجيت بنا عالمية وحضرت طاولتنا وهيضو موصفيتنا اللي حضروا وانشالله تجربوهم وانشالله يعجبوكم وفي حلقة اخرى ووصفة اخرى انشالله وبسلامة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة